من جانبه دعا هادي هيج رئيس مؤسسة الأسرة والمحتجزين إلى أطلاق جولة جديدة من صفقات تبادل المختطفين والأسرة بناءً على قاعدة الكل مقابل الكل وأعرب في مؤتمر صحفي بمدينة مأرب الأحد عن أمله في أن تشمل الجولات المقبلة المشمولين بقرار الأمم المتحدة ممن لم يتم الإفراج عنهم وهم السياسي محمد قحطان واللواء فيصل رجب وكشف هيج عن حصولهم على معلومات من الصليب الأحمر حول إصابة أسرة ومختطفين من الحكومة الشرعية بأمراض السل والقلب منفاتحين على أي حوار خاص بملف الأسرة ونحن ندعو أن تكون الجولة القادمة الكل مقابل الكل ونطالب من هذا المكان بمن شملهم قرار الأممي وهو السياسي الأستاذ محمد قحطان والضابط فيصل رجب ونطالب بإخراجهم دون قيد أو شرط لا نريد أن يبقوا حتى نتحاور للصفقات القادمة أو للمقابل الكل لأن هؤلاء قد شملهم قرار الأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر